اشتركوا في القناة اقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية فيما يلي نصه نعم إن مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد بالجانبان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما بتاريخ الثامن عشر من أبريل ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين ظلت تلتزمتان بالاحترام المتبادل ومبدأ التعامل مع بعضهم البعض على قدم المساواة وتتطور علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين بخطوات متزنة وتترسخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي بالطراد ويتوسع ويتعمق التعاون العلمي في كافة المجالات باستمرار وبناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية أعرب الجانبان عن ارتهياحهما لما حققته العلاقات الثنائية من تقدم كبير واتفقتا على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية شاملة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التعاون الودي بينهما في كافة المجالات على نحو شامل بما يخدم الشعبين بشكل أفضل أولا سيواصل الجانبان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر ويؤكد الجانب الصيني على دعمه الثابت لجهود مملكة البحرين للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها ويرفض رفضا قاطعا قيام أي قوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من جانبه يؤكد الجانب البحريني على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها كما يؤكد على مواصلة التزامه الثابت بدعم موقف الصين من القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية ثانيا يشيده الجانب البحريني بمطرحه الرئيس شي جينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية ويرحب الجانب الصيني بمشاركة الجانب البحريني في المبادرات المذكورة أعلى ويعرب الجانب الصيني عن استعداده لإجراء التعاون مع الجانب البحريني في إطار تلك المبادرات يؤكد الجانبان على أهمية الالتزام بالتعددية الأطراف الحقيقية والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ مثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساوى والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول والعمل سويا على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية ثالثا اتفق الجانبان على تعزيز التواصل بينهما في كافة المستويات وتوسيع التواصل بين الأجهزة الحكومية والبرلمانية وبين المقاطعات والمدن للبلدين وتبادل الخبرات حول الإدارة والحوكمة وتعزيز تنسيق السياسات بين الجانبين ومواصل الترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي رابعا يرى الجانبان مواصلة التعاون الصيني البحريني في إطار الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والصيد والتعليم والثقافة والسياحة والصحة وغيرها بما يعزز التنمية والازدهار بين البلدين خامسا يهنئ الجانب الصيني الجانب البحريني بنجاح استضافة الدورة العادية الثالثة وثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي استضافتها مملكة البحرين يوم السادس عشر من مايو الفين واربعة وعشرين وما تمخضت عنه هذه القمة من نتائج ودراسة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ دعائم الأمن والسلم للمنطقة كما أشهد الجانب الصيني بمدارة مملكة البحرين لاستضافة مؤتمر دولي للسلام ويسجل تقديرا لجهود مملكة البحرين في تعزيز السلام في الشرق الأوسط سادسا يشيد الجانبان بالدور المهم الذي تلعبه آلية المنتدى الصيني العربي في دفع التعاون الصيني العربي المشترك مؤكدين على استعدادهما للتعزيز التعاون لضمان تنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى ودعم عقد القمة الصينية العربية الثانية في الصين عام 2026 وتحضيري لها بنشاط ومواصلة تكريس روح الصداقة الصينية العربية والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي لمستقبل المشترك نحو العصر الجديد سابعا يؤكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لتنفيذ نتائج القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الخليجية وتعزيز التعاون المشترك بين الصين ومجلس التعاون الخليجي والدفع بالتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون في أقرب فرصة ثامنا يؤكد الجانبان على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة ويدعمان دول المنطقة لمواصلة تسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والتشاور بغية تنفيذ مبدأ حسن الجوار على نحو شامل ودائم ويحرص الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق حول الشؤون الإقليمية وتقديم مساهمة مشتركة في دعم السلام والتنمية والأمان في المنطقة